قيادة أمنية في المتار كيف اشتعد هل فم فرضية تواتؤ في المتار بارك الله فيك سيبو بكر اللي يتحطلنا الفرصة ذي للتفضيح ونحن بعد الحادثة ما صارت يعني أكثر من أربع يوم وكنا صمتين نظرا لأننا نحن يهمنا زادا بيش يكون ثم التحقيق وبيش نصل نتيجة وبيش نعرفه معناها لأساس الحقائق اللي يزمها كما فهمتها الرأي العام زادا نحن من شأننا بيش نعرفه وحتى النقابة الوطنية لقوة الأمن الداخل هي قدمت بالشي هذا زادا وكلفتني أنا زادا بيش نتبع الموضوع عن كثب لأنه يهمنا إذا كنا اسمها كلمة تواطئ معناه يهمنا بيش نعرف الحقائق هذه بالذات والحمد لله وأنا من طلق دراية ومن طلقني موجودة على سير تيران يعني نعرف ما الذي صار بالضبط نعرف ما هي الحيثيات اللي صار فيها الموضوع هذا بالضبط تعرف ما زادا بالضبط نعرف ما صار بالضبط أي نقول ما ماسيه يصاب بالضبط تعطيكم ما أناه معناه بتدرج من الحيثيات التي صارت نحن من الجانب الأول نحن خنحكي وساعة على ثم القانون يفصل ما بين الناس ذلك كل القانون هذا القانون العالمي المبثق على المنظمة العالمية للطيران المدني اللي هي تفرض على شركات النقلة في حالات المرحلين المرحلين نظومة معناها تتوفر شروط معينة بيشتخذ الشركات النقلة مواضيحهم ومعناها تخدمهم في إطار قانون منظم بالنسبة 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 للطرف اللي علمتنا عليه سعى أول حاجة هي هيكل الرسمي لوزارة الداخلية وقالت ومعناها فيما كتيبا رسلت إدارة الحدود ورسلت كما لوحدات الأخرى وقالت اللي بشوصل بنهارف ولاني مرحل كذا معناها هذية موجودة هذية معناها من وزارة الداخلية موجودة طيب سمحني سفارة خدمت خدمتها والقنصولية خدمت خدمتها رسلت وزارة الداخلية وزارة الداخلية رسل إدارة حدود الأجنب أكيد جدا أكيد هذين مرسلات موجودة لكن نحكيه نحن على خطأ فني الخطأ فني هذي خطأ فادح وأنا أعتبره أنه خطأ فادح أول حاجة أنت كيبدأ عندك بسجي معناها مرحل كيبدأ عندك مسافر مرحل لطوريتي إمطاع الدولة المقابلة يزم تعلم تركيا في الحال هذا تعلم الشركة الناقلة ويزم تكون حطر بالقانون هذي القانون معناها اللي يتنظم لأنك سناف وثمى فقرات اللي يتحدد شذي يقول لك 24 ساعة قبل معناها نقلة المرحل إلى معلمتنا ناقلة اللي بيش ناقلة تحذر أمورها ما لا تتحذر أمورها معناها تحذر السيكوريتي متاعها تحذر الأمنيين المرحل الأمنيين درجة الخطورة اللي شكلها المرحلة ذا من عدمي هذا كل شأن يخص همومة ورغم هذا القانون هذا فرض أرتيك إلى آخر يقول لك يجب عليك أعلام الصلاة في الدولة المقابلة أنك أنت على متن الرحلة متاعك ثم مرحل وتتسلم معناها شركة ناقلة في شخص هو قائد الطائرة أو مان ينوب وهو مش لأي شخص آخر يتسلم الملف الخاص بالمرحل هذا هو معالي سيباسي لي شخصيا معناها ويلانسي كما نقوله نحن تيليكس للخطوط الأرضية تونيسيا 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 هندلينك يقول لهم معناها عبر تيليكس يقول لهم مرة وعندي مسافر مراحل بشيوصل لكم في الساعة معناها كذا وكذا هذا ما صارش هذا هو الكل نحن كيفش فترنا بيه اللي وما صارش نحن عدنا المعلومة واتصلنا برئيس المحطة في تونس وهذا يرون مثق تامتني اتصلنا برئيس المحطة وكل شيء مثق قلنا له عندك ريفوليه على الطيارة ولا لا قال موصلني حد شيء وما عنديش ريفوليه على الطيارة ما عنديش مرحل عبر الطائرة ما عنديش مرحل عبر الطائرة نحن رغم هذا موقفناش هذه معلومة هو أعطاها ونحترمه ومعنى هذيك هي المعمول بيه لكن نحن احترمنا الجانب هذا ومشينا مش نصرف وحدنا اتصلنا بالخطوط تونيسية اللي هي معناها قانونية نسمحها بشي جاية تيليكس نفس الشي ما جزش تيليكس لخطوط تونيسية اللي يقول ثم مراحل على نتعملات الطائر طيب تينا الكورديناسيون اللي هي قاعدة العمليات تتنسق الملاحة الجوية في متار تونس كرتاش وعندي بالوثيقة هوني معناها اللي موجودة اللي تيليكس موجود اللي موجودة عندنا الوثيقة اللي الطيارة مذكور فيها ايش نو فيها بضبط اينا المرحل غير موجود اذا نحكي لك من الوثيقة رسمية بيه إلا حد هوني معناها المرحل مجيش ومستناش مكالمة من المبوث الأمني وغادي اللي ما نيأكد انه هو خدم خنته اللي كنزمي أكد انه اللي بازجي تطلعنا بوسيله الخاص رغم من هذا نحن بعدنا نخدم على رواحنا وزي من التنهارة ذاكة بالذات ثم اذراها في مطار مفيدة المسافرين معناها من الدول الأجنبية عدة سياح نزلوا في مطار تونس كارتاج كما نفس الشي معناها قاعدين يسافروا في مطار تونس كارتاج لانه ثم اذراها في المطار ذاك ولانا نتراتيو في برشة مواضيع ونخدموا في برشة معناها ذاك هاي ومهامها معناها ما يتخليه سروا باش نتلهاه ولا باش نضيعه اشياء ماك تعرف المطار رو في منطقة الوصول معناها عندك كم هائل من الوفود وكم هائل من الخدمات المسافر اخذاني ميلة في دي نزل كما النس كل مع ماتين وسبعين بساجي مع الطائرات اللي موجودة غاديك نزلت نهرتها هذيك وكان موجودة مع المسافرين هو كانت عنده النية للهروب كانت عنده النية في مخوة انه هو بشل قثني يارب وما تتصور الشي اللي في مطار تونس كارتاج رو معناها في الفاس ريفي كي ما تتصور ناس معناها ثم معطيات خاطئة رو موش نحكيه على فاس ريفي ميش فاس دي بار فاس دي بار ريفيها بوابات مشدة وفاهم معناها سرامة في تطبيق الاجراءات وفاوع حتى في الاريفي موجودة سرامة موجود لكن مش بسورة معناها ثقنة محصنة لانه ثم برنامج نتبقوه مانيش نحن رو سامحني سامحني ساني سورتاني كتب عمنا قابل جاوي لانو مطار تونس كارتاج انا كي نبدأ جاي من الخارج هل انو نجم ندخل لتونس من غير ما نتعدى بالديوانة مثلا واضح سيبو بكر هذي نشخط لكنا بش نبدأ ندرج هذي نحكيه على مراقبة الجوازات السفر يعني نحكيه على البوليس كنترول مازلنا موسناش للديوان واضح السيد معناها مر من خلال البوابات المراقبة متاع جوازات السفر اللي ناس كانت تاقف في شكل توابير بيش تختم جوازاتها وتخرجها الورا متجمش ودخل من غير ما تختم واضح هو معناها بليسي باسي التعدى بالبوابة هذيك مختمش جوازه وممشيش الامر كومبليت موت تعدى ما بين البوابات اللي البوابات هما في حذاتهم معناها نحنا العنيمان هم عندهم مدة باش ما نتحملوش نحنا المسئولية كذا معناها المسئولية الامنية بحثة وكذا ثم الكونسيكسيون تاع المطار وناس كل تعرفها لريبي وباب تدخل منه البرسونال وتدخل منه الوفوط وتدخل منه المستقبلين ماذا باية ما تبشيش للتبرير لاني قتلك كان نحنا ثم خطأ ونحنا متحملين المسئولية متاعنا وثم خاطر نجم يكون ثم اجتهاد خاص مننا نحنا باش نخدموها ذايرا ملف منش بالهين ونتحملوا مسئوليتها نحنا نحكي لك رو على الإطار انت سألتني كيفاش السيد مر أعطيتك انا باش ما نخبيش عليك كيفاش مر بعدين كما نحكيوش على التبرير نحكيو نحنا علش ادخلت اليوم على خاطر ثم اتهامات بالتواطئ اللي هي أخطر حاجة نحنا رغم نجموش نتهمه بالتواطئ الناس هذي بيدها والإطارات اللي خدمت هي بيدها اللي عندها من فترة وعندها أكثر من عشرين وثلاثين سنوات خدمة في نفس الميدان وهي الناس تتصدى تتصدى لظاهرات كله العصبية إجرامية دونك مر تعدى السيد هذا جاي من تركيا تعدى بين البوابات ما تعدىش عبر ختم الأمن ما تعدىش عبر ختم الأمن بوابات ختم الأمن تعدى في اللي جيشي وين فارغين تعرف اللي انت ضرورة العمل تختبئ أحيان من يكوش البوابات الكل ميختموا فهم الجوازات فهمتني البوابة مفتوح تعد هذا اللي صار بذبت لغ من هذا مشاهد السيد وخرج على روحه نحن نشوف ثم دي دي تاي هما يقعدوا في إطار سرية فمدي ثم دي دي تاي معناها هو خرج السيد خاطر لش قطلك أنا ما تصورش لي ثمها بوابات معناها محصنة في المطار كاميراوية تورث هذا بالطبع أكيد جداً الكاميراية تبثت وما ثمح هذا التواطئ وما ثمح حد شيء وأنا ننزل الناس الكل ما اخرجش عبر الـ VIP لا ثم ماشاً الـ VIP وذي كلم ما جنقلك رأي حملة هيا شوف المسلك الديبلوماسي لا ثم ماشاً المسلك الديبلوماسي ما اخرجش من المسلك الديبلوماسي خاطر المسلك الديبلوماسي كان النجم يتفطنوا العون وكان نجم يكونوا نعرف أنا نعرف معناها توسكي خاص بالمطار الداخل نعرف معناها الأماكن طال وأنه رفقته رفقته مضيف الطيارات مش صحيح مش صحيح ما رفقتوش ربما هو في تنقله من الأول مرة كان مشابش يطل على مكان وين توجد القاعد قاعد شرفية هذا قاعد معناها يراقب الأماكن يشوف شفتوه في الكاميراويت هذه وذي كله موجود فمتنين موثق ما نحكيوش على التواطئ ثم خطأ بشري صار نحنا متحملين مسؤوليته واخذت وزارة الداخلية قراراتها إنها عجلت بالقرارات واخذت قرارات في الإطارات تم إبعادهم من مكانهم هي حاليا هي من شأنها بشتحل البحث بشتحل أنا تدخلي اليوم كان دفاعا على كلمة تواطئ وكلمة معناها الناس متآمرة نرون قتلك التواطئ مرمش مع الناس ذوما اللي عندهم نرون ناس ذوما عندهم معناها السنوات اللي تتصدى قتلك لجميع الجارين في مطارة هم يبيضهم ما روش هر التالي اللي يشدو الكلاش هم يبيضهم الشهر التالي اللي يشدو اللي منعو المناها الحكاية متع غزة المطار هم يبيضهم اللي قالوا لا ما تخرجوش وهما بيضهم اللي منعو التسفير هما بيضهم اللي تصدوه للتوز كيميلفهم تعمل مخادرات هما بيضهم ثم مواضيع أخرى سرية بحث استنعمتية مخابرتية من الجموش نحكيوا فيها اللي كانوا موجودين بصرام وخدموا ومنعوا البلاد هم بيدوا من الإطارات هذوكهم الكفاءة العليا اللي الناس متكونين معناها عندهم فترة كبيرة برشا نخبة نتعى النخبة نتعى النخبة طيب نيسوة ثانية كتبعة من نقاب الجهويلة من مطار تونس قرتاج إذا كان فما مراسلة جي من عند وزارة الداخلية لإعلام إدارة الحدود والأجانب هكا ولا أكيد جد رأوا فما مراحل جي في الطائرة الفلانية في الوقت الفولين هذا جي كل الباقي اللي قلته لي هو يدخل في بيب التبرير أو ربما كان واجب الحذر والعمل بجدية أكثر للتثبت أمنيا هنا يدخلنا في تقصير يا بدولي الله يشوف سيبه بك أنت طوام مشيت بيه في اثنين أنا كنت بفسر لك ملو أنا مشيت بيك في اثنين فالقانون اللي يضبط خرجنا من القانون التقصير من الجهة المرسلة المرحلة أنت كيم تمشي للرئيس المحط ثم برشة الناس نسمع فاهم البال حقال لك نرمو ينفيش بدليستابور متع الطيارة بشعرف الأسماء موجودة يمنعون منع باتن أنك تجب بدليستابور متع الطيارة وخاصة النقلات الأجنبية وما يعطيوكش وهذا معناها قانون ينظم الشيء هذا ممنوع أنك تعطي معطيات شخصية تقول لي بترقتكم الخاصة راو نجم بترقتنا الخاصة من الجموزة دا يعطيونا يحبوا أنت يخدموا لك ملف ويحبوش أتيوك راو ما يعطيوك شكان كي تخلط الطيارة ومبعد مطالب في أمور معناها خاصة هذا يرى وكل اللي بس نبعدوه نحن خدمنا التاريقة حرافية وربما مقصرين في أشياء معانين أنه الاجتهاد اللي تحكي عليه أنت وتمشي للطايرة وتشوف والثبت أنت هبطولك ميتين وتسعة ستين بسجي ويقول لك راو ما عنديش في الطيارة وتمشي وتتأكد اللي مثلا مش تلكسو مثلا مش إناد هذا اللي خلينا نحن التمأنينا توجه اللي سيد ما جيش على خاطر عليش واتت مرات نفس الحكاية ثم مكاتبات وميجيش وعادنا عليهم يعني ليش ما يجيش وقت يخرط المطار المسافر ما يطلعش في الطيارة ويرفض أنه يطلع وميجيش نجم تكون دونك بالطريقة هذي برشا دخلوا بنفس الطريقة ما ينجمش يكونوا دخلوا بنفس الطريقة راو الخطأ خطأ بشري ونجم يكونوا وقتلك ثم رجال رأي موجودة غديك الخطأ أذية معناها كيما يقولوا نحن يصير خطأ في سنوات معناها ما نعرش نحن نبنيه وعليش نوبة الظبت نقر ساعة ثم منظومة إذا ما تتغير داخل فا داخل فا اللوجستي أو الحاجة اللوجستي طولة في العالم كل المنظومات الأمنية تشريب الفلوس باش تتحصنوا باش تعمل زادة في المثامة عمالي نظم ما تجمش انت تجي تعطي المسافرين في فازة ريفي وتعملهم بوابات وربنا دي كنترولي دي كنترولي دي كنترولي دي كنترولي هم يحبوا يدخلوا ميحبوش الشكل مهمش الشكل في اختار نحن نتراتيوهم ونحن نخدموا معهم لكن اللي يحز فيه نفسي أنا اللي صارت هرسلة صارت هرسلة كبيرة برشة في الفترة هذه ونحن نعرفوا غياتها ونعرفوا عليش نحبهم غياتها اول حاجة هي للقيادات الأمنية في المطار فهمها ناس معناها سعدتها فهمها ناس خدمت معناها كيما نقولوا نحن أمور سياسية بالمميلة خللخص خللخص معناها تراو انه تصفي الإقالة الأخيرة جاءت فرصة باش تم التخلص منها لانه فمش كون يسيلها مغرفة في علاقة بغزوة المطار مثلا ما نحبش نتحاسب ما نحبش نتحاسب من إدارتي تحت ضغط إعلامي مو مناش هذا بناءا ونعطيك عليش لأنه التسريب الأول نهارة اللي مشي السيد خرج الجواز مشي بشي سامبيلتاخ تعريف خرجت صورة متاع اللي سي باسي في أحد المواقع اللي نحن اللي سي باسي ما رينهاش خرجت في أحد المواقع ومعناها وعطاهوا الموضوع وليه مش مختومة وكذا وليه مش مختومة ورقم الراعة أنت الموضوع تكون خدمه خدمه الأمن وتخدم بالأمن سي خرج من المطار تشد في بقعة أخرى أمني وروا مش معناها إذا مخدمش الأمن إذا معناها كذا نفس الحكاية تتصير إلي يجي مهرب بالمخدرات ولا مهرب واحد نفس الحكاية روا فهم واحد يتأخر تشدوا البر مش معناها فهم أتاوت طيب عند كذا فخرة سي نسل وحكين أنا أول حاجة أشوف نحن أنا مشؤول على منظورية وندافع على منظورية في إطار إني ندافع عليها في الحق إذا ثم حاجة باطل وإذا ثم معناها تواطئ نحن نرفضوه ومنقبله شهر ونشهره به ونقوموا معناها به نحن موجودين في في متار تونس كارتاج باش نحميه الدولة متاعنا وموجودين باش نخدمه ونرفضو أي معناها تهمة بالتواطئ أو بالخيانة هذه دولتنا وإذا ما نحافظوا عليها الناس الكل والتحقيق طوي ينصفنا هذا والتحقيق يكشف وكان ثم معناها إشكوم بشي تحاسب طوي يتحاسب كلمة تواطئ يرجوكم رأوا خطأ بشري كلمة تواطئ كلمة كبيرة برشا رأيتمسنا أو الحاجة مست عائلاتنا ومست الناس اللي عندهم نعرش عائلات مهموش في النقلة مهموش في النقلة لكن ما تقولوش متواطئ شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا جزيلا تونس قارتاج